الخبر والذي عادنا عن أحمد عبر ربو وصل القناة الثاني باليوتيوب للستمائة ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك وعقبال مليون يا رب وطبعا لا تنسوني يا حبايب أن تباركوا لي بالكومنتات على هذا الإنجاز الخبر الثاني عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر عادنا هو بيسان وإنس الشايب وزواجهم فبساو أننا سنزعوا على حساب بيسان بالإنستجرام شهية ستوريات فبساو اسمائيل عادت لي خلال أنه حاليا بشهر خامس يعني عيد ميلادها كلش قريب وبهذا يعني حصل أمرها 18 سنة أتبقى أنه رح تتزوج إنس الشايب وتخطبة يعني وفعدت يجزونيها من فترة طويلة وبنسوك دعني وحين نزلوهم أختارتكم بيسان أوكي يا جماعة طبعا أحكي لهم أولا أحكي لهم بكرا فيديو جديد على قناتي فعلوا الجرس من أخطر الفيديوهات اللي رح تزوج لا مش أصدع الفيديو الكليب أصدع شي تاني ماذا هو تكذب عليهم؟ شهر خمسة نحنا ما بدأ عرف؟ هسا ذكرت إنو إحنا شهر خمسة؟ حبايبي ريق مقم بالمك مجوز قد مك كوي مش احتزل شهر خمسة لا هو لا أوكي يا جماعة نحنا شهر خمسة حبيت ذكرت أما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهو مملكة القصص وكشف حقيقة نورستارز بحقائق وفضائحه المظلمة فملك المشاهر نزل مقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع كيشت بيحقائق كل نور ستارز ومشاكلها وفضائح وكل هذا الاشياء راتكم هذا رابط بالوصف اتمنى من كل يروح يشوفوا المقطع وينصدم الاشياء اللي حتى تصيروا بل تكتبنا بالكومنتات شاركوا من اللي شفتوه هل نصدمتوا من عنده او لا الخبر الثالث اللي عادنا عن عيد ميلاد المشاهر ليوتيوبار فإن او لاحد هو محمد مار في اليوم هو عيد ميلاده في كل عام Bruce assez reform�� شاركوا من قبل ميلاد ميلاده في أن الدعم ان نزل على اوة restaurتصار والمقطع ومعابير ميلاده دي اوجد استمرار أحمد واسم و Whatsapp وال Details وصار حدي رح ينزل دستراك ناري بداية اليه لحطكم إصطريات شوفوه حالو حبايبشونكم طبعا اخر فيديو نزلته اغلبكم شافوه الفيديو كان كل شي ما بي وما حجت بي اي شي غلط ما عرف اذا انا غلطت صححولي صححولي يقولولي اذا انا غلطت يروح هذاك رأس العبد ما عرف اشي لي الفيديو اشلون ما عرف اشلون يعني الفيديو اللي حد الان منشال بس بالايميل اليوتيوب قالوا لي انه ورا يومين اللي هو باتر الفيديو راح ينشال راح يلايق راح ياكل سترايك يعني على القناة فاردفتهم انت غبي ياخي يعني انت صدق غبي لو زعطوط لو شنو لو جاهل مثلا يعني انت ترسلني على الخاصة اذا شي ما عجبك بالفيديو انا اشيله تمام بس انت شكلك ما تفتهم ياخي انت شخصيتك يعني من واحد يحترمك من واحد يطيك قدر انت شكلك كيش ما تحب اليهانة يعني تحب واحد يجي هنا كيش وجه الوجه يعني لبالك انا اكره انه اشتغل محتوى شوية عربي واحاول اسوي مثل محتوى الاجانب حي يقولوا لي ها يعني انت تعترف ان تقلد الاجانب حوايبي احنا ما نقلد الاجانب احنا اصلا العرب كلهم يحاولون يقلدون الاجانب يعني هذا الشي من تهم من يعني تجي انت تشيل الفيديو من دون اي سبب من دون اي هاي مع انه انت عندك فرصة انه تجي تحكيو اياي انا انت اصلا محتوىك عن العالم العالم كلها تقدر تطيك سترايك وهواي عالم انت تكبروا اياهم هواي تحكيو اياهم حتى انا علي بوكت هاته كبرت بالحكيو سويت هواي شغلات ونزلت بالفيديو وحيشيت عادي كلش تقبلتها طبيعي ترى طبيعي قلت نقد ومو مشكلة وعادي وما عندي مشكلة انه واحد ينتقدني ويحكي اللي يريده لانه كل واحد عنده محتوى ما عندي اي مشكلة بس انه تجي تسوي حركات جهال انه تسوي ريبورت على الفيديو على شي ما عاجبك انت عساس برايفسي مدري شنو بالفيديو ترى حركات ما زعطيط وحكيو ياك اخصيتك اللي تتفتهمها لان انت الظهر والله غبي عقل ما عندك بصراحة يعني يجي واحد يقول لي ريدر اتهمك الفيديو الفيديو راح ينشال الفيديو ما اهمني الفيديو اسا اروح وامسح الفيديو بصراحة ما اهمني وحتى الاغنية الدس اللي راح ينزل كان بالعيد همنا ما راح ينزل بصراحة راح ينزل شي ثاني يعني راح ينزل دس بس شي ثاني لان انا هذا الشي كله احنا حتى قل الجمهور يستمتع الجمهور يستمتع العالم تستمتع العالم تكيف العالم يصررها جو حلو بس ياخي والله العظيم هذول اليوتيوبرز ما يساون جو يعني بصراحة حركات ما تجهل يروح يشيل لي فيديو عمود ما يطلع اسمه واليوتيوب يجزلي ايميل ومدروا شنو هاي حركات صارت ما زعطيط انت اصلا محتواك مبني على اليوتيوبرز يعني انت اصلا تقلل من قيمة غيرك على مدته تطلع ويصار عندك محتوى ويصار عندك مشاهدات فهذا الشي ما اعرفه بصراحة يعني خلي العالم تقرر وتشوف الخبر الرابع اللي عادنا على المتابعين وفضيحته من ناريني بيوتي في ناريني بيوتي نزلت على حسبها بالانستجرام هذو البوستوب هذو البوستشان بي هذي الصورة فاني كل اللي شاف الصورة لاحظ انه ملابس ناريني بيوتي نوعا ما شفه فهم بينا ملابسها الداخلية فهو متابعين صار يتجمون عليه هاي الصورة يا حباب قدامكم دققوا به زي بعد يكتبونه بالكومنتاج شو ريكم الخبر هل تستخدم تجمتها او لا الخبر الخامس اللي عادنا عن محمى جواني وشنو قال على قمر مار محمى جواني زعلها سبب الانستجرام شويتستوريت وهذا الصورة كان بيختار الكراشي من اليوتيوبر البنات فطلعت لها قمر مار فشوف ردة فعله وشنو قال عليها وشنو قال عليها بالضبط الكراشي من اليوتيوبر البنات الله يا جواني هاد لتشوف بس ما يطلع أمار مار والله بتشرب فيه عن جد هاي اخترام صغيرة ترى اللي بقعطوني غير صعي ما فيه لازم نعير الاسطور بتشرب فيك يا ما على راسي وبس ونحن صوت المقطة حبايب لسنسونا المقطع بالوصف مقطع ناري اتمنى ما كلو رح شوفه بباس جاكو فيزين من قطميك القصص مع السلامة